قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار اليكم مشاهدين اهم عنوان اخبار اليوم انصر يستفز الجماهير المغربية برقم مخيف قبل العرس الافريقي مدرب ليبيريا يفاجئ الجميع ويتحدى المنتخب المغربي قبل المباراة الريقراجي يضع شروطا جديدة للفوز بكأس افريقيا والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد اخبار انصار يستفز الجماهير المغربية برقم مخيف قبل العرس الافريقي وصل مهاجم المنتخب الوطني يوصف انصاري منذ ان انتهى كأس العالم في قطر صيامه عن التهديف رفقة منتخب الاسود اذ لم ينجح نجم فرق اشبليا الاسباني في ابعاد نحس هزي شباك الخصوم في ثمان مباريات متتالية رفقة المجموعة الوطنية اخيرها ودية منتخب الكوديفوهر التي جرت يوم السبت الماضي في العاصمة ابي جون وبتيطر حسيام يوصف انصاري عن التهديف رفقة المنتخب الوطني للمباراة الثامنة على التولي اسئلة مستفزة ابرزها هل سيواصل الناخب الوطني وليد راقراكي تقته في هذا الاخير ولن ينزله عن عرش الرسمي خلال منافسة كأس امم افريقيا المقبلة التي ستحتضنها الكوديفوهر مطلع العام المقبل وفشل انصاري في ملامسة شباك خصوم المنتخب الوطني للمباراة الثامنة على التولي اتسجل اخير هدف له بقميس الاصود منذ العاشر من دجمبر من العام الماضي امام منتخب البرتغال ولا زال الناخب الوطني وليد راقراكي من اشد المدافعين عن رسمية صار رفقة المنتخب الوطني الاول اذ بالرغم من قوة الانتقادات التي وجهت له قبل وبعد فترات المونديال غير انه طالب باقي مهاجم المنتخب الوطني من اجل الاشهاد وانتزاع رسمية مهاجم فريق اشبليا عوض اتحة الوقت الكافي لأسماء اخرى من اجل اتبات حقيتها في انتزاع رسمية من المهاجم الطائر لمنتخب اصود الاطلس ووفق تصريحة الرقراكي يبدو ان ترك يوسف انساري في دكة احتياط المنتخب الوطني امر مستبعد خاصة وان الاخير يحضى بكامل اتقة الناخب الوطني ويرهن عليه في استعادة تواهجه التهديفي في العرس القارية المقبل مدرب ليبيريا يفاجئ الجميع ويتحدى المنتخب المغربي قبل المباراة عبر انسكيتا مدرب المنتخب الليبيري لكرة القدم عن تفاؤله من مباراة يوم غدنة لتاء امام المنتخب الوطني المغربي لحساب الجولة السادسة والاخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس امام افريقيا وقال كيتا في ندوة الصعفية التي عقدها صباح اليوم بقاعة ندوات التابعة لملعب ادرار كبير باغدير سنواجه منتخبا قويا لكن سنلعب بافضل مستوى ممكن ولن نبخل باي جهد للخروج بنتيجة ايجابية وضف كيتا المباراة امام المنتخب المغربي مهمة بالنسبة لنا ضد منتخب كبير لكن سنقدم افضل ما لدينا وتابع مدرب المنتخب الليبري المنتخب المغربي لديه الكثير من اللاعبين الجيدين الذين يمارسون على المستوى الدولي واللعب امامهم ليس بالامر استهل ويحل المنتخب الليبري ضيفا على نظره المغربي غدا تلتها بالملعب الكبير لاغدير انتلقا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة المغربية الرقراجي يضع شاروطا جديدة للفوز بكأس افريقيا اكد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم والدرقراجي ان بطولة كأس الامم الافريقية المقبلة ستكون من اصعب البطولة في تاريخ كرة القدم الافريقية وتبع للفوز بكأس افريقيا عليك حقا ان تكون في قيمة مستوىك وبالتالي يقول الرقراجي سيكون من الصعب للغاية تحديد الفائز مسبقا واوضح الرقراجي ان بطولة كأس امم الافريقية المقبلة في الكوديفور ستكون من الصعب البطولة في تاريخ كرة القدم الافريقية بالنظر الى تواجد نجوم كرة القدم الافريقية الذين يمارسون في افضل الاندية في العالم وركز على انجازات المنتخبة الافريقية في قطر وقال اننا اليوم قادرون على التنفس مع اكبر الامم في كرة القدم وبخصوص قرعة كأس الامم الافريقية 2023 التي اجريت يوم الخميس بابيجون اكد المدرب الوطني انه لا توجد مجموعة سهلة وان مجموعة المغرب ليست سهلة ايضا والتوقع ان هناك ما لا يقل عن عشرة منتخبات يمكنها الفوز بكأس الامم الافريقية بالاضافة الى المنتخبات التي لا يتوقعها احد ودية الكوديفور تكشف اربعة نقائص يعانيها اصود الاطلس اظهرت المباراة الودية التي خاضها المغرب مساء السبت امام الكوديفور اربعة نقائص يجب على وليد راقراجي المدير الفني لاصود الاطلس يجاد حل لها قبل موعد نهائية كأس امم افريقيا المقرر مطلع العام المقبل بالسحل العج وعاد المغرب بتعادل مخيب على ملعب فليكس هوفيت بواني بابي جون قدم خلاله المنتخب واحدة من اسوأ مباريته منذ مونديا القطر 2022 خلفت حالة من القلق لدى الجماهير التي تطمح لمعانقة لقب الكان بعد قرابة نصف قارن من الانتظار وكرتت مباراة الكوديفور معادلة الظاهر الايصر التي يعاني منها المنتخب المغربي في العقود الثلاثة الاخيرة فمنذ اعتزال عبد الكريم الحضريوي لم ينجح اي لاعب بعده في منح الاطمئنان في الجهة اليسرى للتشكيل وقدمت الاسماء التي اتت بعد الحضريوي مردودا متواضعا امتال اكرم الروماني واشرف الزعار وحمز منديل وادم السين واخيرا يحيى عطية الله الذي يعد خيار الثاني بعد نصير مزراوي الذي هو في الاصل ظاهر ايمن كما اكدت المباراة على الاهمية القصوى التي يمثلها صفيا امر رابط لعب مونشستر يونايتد الانجليزية اذ فشل مزراوي في تعوده بعمق وسط الميدان ولم يقدم المطلوب في الرابط بين الدفاع والهجوم وتكسير هجمات المنافس والزيادة العددية في خط الدفاع وبدت تلاتية مزراوي وسلم املاح واناحي في وسط الميدان غير فعالة اطلاقا ما سيدفع بين مدير الفني المغربي الى اعادة حسابه في البحث عن بديل مناسب لامرابطه في حال الطرى للغياب للسبب من الاسباب وبعدما حسم وليد رقراكي في اختيار الحارس الثالث لمرمى المنتخب المغربي بوضع الحارس الشاب مهدي بن عبيد الذي استدعاه في المعسكرين الاعداديين الاخيرين عاد الجدل من جديد في مركز الحارس الاول بعد تراجع مستوى ياسيم بونو حارس مرمى الهلال السعودية لتكبر حضوض مونير المحمد حارس الوحد السعودي للعودة مجددا ليكون الحارس رقم واحد خاصة انه شرك اساسيا في مونديل روسيا 2018 قبل ان ينتزع منه بونو الرسمية بفضل تألقه في الدورة الاسبانية وبات الحارسان معنا اليوم ينتميان للدورة ذاته في السعودية وتساوت حضوضهما وينتظر مونير المحمد فرصته ليظهر افضليته في الوقت الذي اخلف فيه بونو الموعد في المباريات الاخيرة للمغرب ولم يظهر بمستوها المعهود منذ فترة طويلة ورغم المستوى الجيد الذي ظهر به امين عدلي لعب باير لبركوزنا الالمانيا المنظم حديث للمنتخب المغربي في مباراة الكوديفوار ونجاحه في صنع الخطورة على الجهات اليسرى من هجوم المغرب فانه ضعف الانسجام بينه وبين اشرف حكيمي وعز دين اوناحي انقص بشكل كبير من القوة الهجومية التي ظهر به الاسود في مونديل قطر حين شكل تلاتيا رائعا مع حكم زياش الذي اضطراته اصابة عضلية للغياب عن ودية ابي جون اليكم مشاهدين اهم عنوان اخبار اليوم انصار يستفز الجماهير المغربية برقم مخيف قبل العرس الافريقي مدرب ليبيريا يفاجئ الجميع ويتحدى المنتخب المغربي قبل المباراة الرقراجي يضع شروطا جديدة للفوز بكأس افريقيا اشتركوا في القناة